نكمل أخبارنا ونروح لمنتخم مصر روي فيتوريا الموديل الفني لمنتخم مصر استقر على ضم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لقائمة الفرعنة لمبراطي زنبيا والجزار والديتين في الأمارات يومي 12 و 16 أكتوبر الجاري بإذن الله فيتوريا شايف أن كهربا بقى من القوام الأساسي للمنتخب ورغم إقافه عن الأهلي في الدورة لكنه بيقدم مستويات جيدة في المباريات الأفريقية وطبعا مباراة اليوم نشارك في جزء بسيط النهاردة في كأس مصر فيتوريا كمان يانوي يانوي بس يانوي ضم علي لطفي حارس مرمى زد لمعسكة المنتخب في الإمارات بعد تقلقه منذ بداية الموسم الحالي وحفاظه على شباكه نظيفة في أول جولتين بالدوري الممتاز بجانب تراجع مستوى محمد صبح حارس الزمالك اللي كمان بقى موجود على الدكة في المباراة الأخيرة هيبقى أعدك غالبا في المباراة القادمة بالمناسبة علي لطفي سبحان الله علي لطفي من أول مباراتين بعد خروجه من النادي الأهلي شكله قريب من منتخب مصر مع محمد الشناوي طبيعي ما كانش هيبقى علي لطفي موجود في المنتخب مع محمد الشناوي عشان محمد الشناوي هالحارس الأول لمنتخب مصر يدوبك خرج فشكله هيبقى قريب من منتخب مصر ده يخليك تاخد بالك زي النادي الأهلي حتى في مركز حراسة المرمى كان معاه اتنين حراس مرمى كبار جدا ومعهم تالت كمان مصطفى شبير فانت عالد في موفق جدا ماشي بشكل كويس جدا مع نادي زد ودايما بقول الزنفولي كمان عامل أداء رائع جدا منذ بداية الموسم اعتقد الزنفولي ممكن يبقى ليه دور بشكله وباقر سواء في المعسكر ده والمعسكرات القادمة عشان بيقدم مستويات رائع جدا الحارس بيتقال عليهم اللي هو محدش حاسس بيه بس هو جامد جدا جدا من وجهة نظري طبعا وجهة نظري الشخصية اكيد روي فيتوريا وجهازه المعاون فاهمين كويس تفاصيل معينة يشوفوها في كل اللعبين اللي بيختاروها